متفائل، أنا متفائل، يلا تعالى تفائل معايا سجل الكلمة دي وتعالى نشوف منتخبنا الوطني الأولمبيا هيعمل إيه في الأولمبيات اللي جاية ودايماً بيبقى رهاني الأول على المدير الفني الديني مدير فني جامد أقول لك إن شاء الله نقدر نروح لبعيد ده على مستوى المنتخبات، ده على مستوى الأندية، أي شيء ميكالي مدرب محترم، وأنا متفائل بي جداً ومتفائل بمجموعة اللاعبين اللي موجودين مع منتخبنا الأولمبي النهاردة كسبوا العراق اتنين واحد في آخر استعاداتنا إن شاء الله لأولمبيات هدفي ليه إبراهيم عادل طبعاً طرفين مع أسكر منتخبنا في فرنسا والمباراة كانت في فرنسا أرجوكم تفائله، شوف أنا أول مرة أترجاك إنك تتفائل معايا طبيعاً أبقى متفائل، أنت متشائم، أنت تبقى متفائل، أنا متشائم دي حاجات كل واحد بقى وحسب إحساسه لكن إن شاء الله ربنا هيكرمنا بإذن الله ربنا هيكرمنا، الراجل ده بيشتغل كويس قوي تزعل لعبي منتخب مصر يقولك من أحسن المدربين اللي اشتغلنا معاهم من أحسن المدربين اللي اشتغلنا معاهم فإن شاء الله ربنا يكرمنا وتبقى الأمور جيد إحنا خلاص، تعالي أقولك الماتشاط كمان اللي هنلعب فيه أوليمبياد عشان تبقى معاك الجدول تسجله عندك، بتعرف هنلعب إمتى، يوم إيه، الساعة كام؟ تعالي أقولك، يلا شباب، لو جهز معنا مصر هتلعب الدومينيكان يوم الأربعاء 24 يوليو الساعة 6 مساء، ساعة 6 مساء، أكلك وشربك وفشارك وكل حاجة وتفرج على منتخبنا وبياخد أول ثلاث نقاط إن شاء الله تاني مباراة قدام أسباكستان يوم السابت 27 يوليو 6 مساء وآخر مباراة هنواجه المنتخب الأسباني يوم الثلاثاء 30 يوليو 4 عصر نخلص أول مباراتين بست نقاط، نخش مبارات أسبانيا وإحنا إيه؟ مريحين دماغنا إن شاء الله مريحين دماغنا